مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد درعى نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموينة دكتور جواد العناني الخميس احتفال أكاديمية الطيران الملكية الأردنية بالعيد الخمسين لتأسيسها مدير عام الأكاديمية الكابتن محمد الخوالد في كلمة له أكد أن الاحتفال الخمسين للأكاديمية التي تحظى بمكان متقدم على قائمة معاهد التدريب المتخصصة في مجال علوم الطيران وتفرعاته يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمآوية الثورة العربية الكبرى باسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وباسم أسرة الأكاديمية أرحب بكم في رحاب أكاديمية الطيران الملكية الأردنية وهي تحتفل اليوم بعيدها الخمسين على تأسيسها لتكون صرحا أردنيا وعربيا وتصل اليوم إلى العالمية بإمكاناتها المادية والبشرية وفوق كل ذلك إمكاناتها الفكرية والتي مكنتها من أن تأخذ مكانتها في مقدمة معاهد التدريب المتخصصة في مجال علوم الطيران وتفرعاته المختلفة وذلك بعد أن نهضت بمسؤولياتها وخطط خطوات كبيرة وحققت من الإنجازات ما يرتاح له الضمير وما يبشر بمستقبل زاهر بعون الله معالي مندوب ولي العهد المعظم لقد تزامن احتفالنا بالعيد الخمسين للأكاديمية مع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى وكان قدر الأردني بقيادته الهاشمية أن يرث رسالة الثورة العربية الكبرى وحملها أحرار العرب من بني هاشم الغر الميامين منذ تأسيس الإمارة سابقا والمملكة الأردنية الهاشمية لاحقا إلى يومنا هذا وعرض الخوالدة أبرز مراحل الإنجاز في مسيرة الأكاديمية بدءا من استحداث كلية لتدريب وصيانة الطائرات في الهياكل والمحركات في عام 1998 وإضافة إلى صنف الإلكترونيات الطيران في عام 2003 لتكون أول أكاديمية متخصصة في هذا المجال بالشرق الأوسط لقد توسعت الأكاديمية في أدائها وتم استحداث كلية لتدريب صيانة الطائرات في الهياكل والمحركات عام 1998 ومن ثم أضيف صنف الإلكترونيات الطيران في العام 2003 لتكون أول أكاديمية متخصصة في الشرق الأوسط في هذا المجال وفي عام 2005 تم شراء رخصة الأجنحة العربية والمختصة بخدمة رجال الأعمال وفي العام 2007 تم شراء كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني والمختصة بتدريب كوادر الطيران المدني من مراقبة جوية ورادارية وأرصاد جوية وسلامة وأمن وسلامة الطيران وهندسة المطارات وفيها كلية مجتمع تعمل تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية وفي نهاية الحفل الذي تخلى له عرض فيلم قصير عن نشأة الأكاديمية ومراحل تطورها تم تكريم راعي الحفل ومجموعة ممن ساهموا ببناء الأكاديمية منذ انطلاقتها فضلا عن تكريم العاملين فيها الذين تجاوزت مدة خدمتهم 15 عاما وحضر الحفل وزير النقل يحيى الكسبي وعدد من وزراء النقل السابقين والسفراء العرب المعتمدين لدى المملكة اشتركوا في القناة